مجلس الشورى بعد مناقشة مستفيدة وفق المجلس على توصيات تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المواد التي تضمنها مشروع قانون بشأن النظافة العامة حظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة توافق على عدم مساءلة البلدية على الأمور التي تعلق بالسيارات هذه نحن في بعض السيارات يتم نقلها إلى مواقع معينة تتضرر نتيجة النقل تحمل البلديات المسؤولية تم التوافق على أن هذه مخالفات ويجب تعمل بك مخالفات ويتحمل صاحب سيارة المخالفة قانون النظافة بمهد حق البلدية أنها تطبق المعايير الصحيحة للمدينة النظيفة وعلاوة على استحداث مادة ثالثة حسب توصيات اللجنة شملت على منع عدد من التصرفات اللا أخلاقية وافق المجلس في ذات السياق على توصية اللجنة بشأن المادة السادسة والتي تؤكد الوجوب على الجهة التي تنتج عنها نفايات خاصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك النفايات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تم استكمال نظر مشروع قانون النظافة اليوم وتم إرجاع عدد ثلاث مواد إلى اللجنة سبب ذلك أن في عدد من المواد تناولت بعض الأفعال التي اعتبرناها مجرمة ورتبنا عليها عقوبات تتعلق أما بالممارسات سواء على المستوى القطاع الخاص الأفراد على المستوى أيضا الطرقات العامة فكان في بعض الأفعال جاءت بشكل نصوص غير واضحة غير محددة مما استوجب أن نحن يتم إرجاعها للجنة حتى يتم وضعها في صياغة قانونية سليمة ويقابلها أيضا وضع النص العقابي الأمثل لها رجعنا عدد من المواد بعض المواد رجعت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وبعض المواد مشت مثل ما هي الأهمية في أننا مثل ما قلنا يمكن نفس ما كررنا كلام من قبل أننا نحن ليس بيديد علينا قانون النظافة ولكن الهدف هو تثبيت القانون وبعد هذا النقاش المطول بين السادة الأعضاء قرر المجلس تعديل المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم وإعادة المواد الخامسة والسبعة والثامنة بعد إعادة الترقيم للجنة المعنية لمزيد من البحث والدراسة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين